الآن هسا السبح هو الحرامي إجا الحجي حرامي إجا خخيته حرامي طب للفاتحة طب للعرس المجتمع الآن المجتمع أصبح مجتمع مختل مختل بسبب سلوكيات أفراده الناس اللي تعاني عقدة النقص جزء من الحالة الناس اللي تعاني عقدة السبب النقص ولما إجا نوع ظاهرا نشوفه تكاملي إنه يكمل حياته عنده فلوس عنده سيارة عنده بيت عنده عنده بس عقدة النقص ما طرعت من داخله ويحاول يشفع عقدة النقص إذا عنده سيارة يشترع عشر سيارات إذا عنده بيت يشترع عشر بيوت إذا مصادق له وحده يصادق عشرة إذا إذا عنده سلوكيات وعنده مظاهر معينة يريد يطور من هذه سلوكة المظاهر وبالتالي وين البلأ مالت وين يرجع المجتمع لأن هاي الناس الفقراء والمحرومين اللي هم كثر في المجتمع بسبب شياسات والفساد لأن المجتمع يبحث عن مظاهر صار مظاهر مجتمع مظاهر بالمقلق الآن لا 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 مظاهر يعني يزرب لك مثل بسل أنت تشوف أغلب العراقيين هسا يتشيتون على المطاعم عركة على المطاعم واحد يضحك عليهم سواء مطعم حلو ما عارو شنو هسا ما نسمي حافيش تكون علينا لا تسمي بروح يعني بحيث بحيث عندي صديق الشخص تشخيص حلو ذاكي يوم قل لي أنتم خبر وين فأيت من على هذه المنطقة يقليش قال خميس وجمعة ماكو يعني إذا ما يأخذ المطعم بالليل ما تخلي بوس المرأة يعني أكو عقد صارت عند المجتمع هاي عقدة الآن المادية على مستوى اللبس والذهب والتليفون آه المادية المطلقة وشوف الناس وذني الفان الشيستات مادر الفاشيات مادر الهتلريات لدي طرعاً ويلبس الملابس خاصة ويسوى الحفلات خاصة ويلبساً ذهب ويجيب المطربات يغنن بالبيت ودق ورقص